بين الثلاث خشبات يعني الجون ستة متر يعني دقت عليك بتحطها في رجل عواد حاجة غريبة وحاجة عجيبة وحاجة مستفزة من لعب النادي الاهل ولكن زي ما بقول لحضراتكم مدام ما فيش تدخل من المدير الفني ان اللاعب اللي يتخازل واللي يضيع مجهوده واللي يضيع مجهود زميله في الاستهتار بالقراط والاهداف امام المرمى ما تتكلمش عليه سيبه يعمل اللي هو عايزه ولكن هنا المشكلة مش مشكلة مباراة النادي الاهلي الشوط الاولاني بكل اخلاص وبكل تفاصيل الاهل يستحق الشوط الاولاني يطلع 4-0 اهداف مؤكدة واهداف صحيحة مليون المية هنتكلم على كل حاجة بالتفصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن نهاء السوبر المصري اللي انتهى منذ لحظات قليلة هنتكلم فيها على اخطاء النادي الاهلي واخطاء مرسل كولر وازاي الحظ الحظ نادي المحظيز نادي الزمالك كان معاها الحظ والفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى ثم محمد عوال هنتكلم بالبداية الشناوي في حراسة المرمى ويحيى عطية طلالو كان متقلق في الشوت الاولاني لعب باثنين وسط ميدان احمد نبيل كوكا ومروان عطية لعب بتلاتة في الخط الامامي طاهر محمد طاهر وامام عشور وحسين الشحات اللي عليه كلام كبير ايضا ولعب بوسام ابو حالي الشناوي مع لهوش كلام كتير جدا ولكن واكرم توفيق متقلق خصوصا في الشوت الاولاني بغض النظر عن النتيجة وبغض النظر عن المكسب او الخصارة ولكن اكرم توفيق جماعة قافل الجنب اليمين ضبه ومفتاح رامي ربيعة اللي محتاجي ريح رامي ربيعة الحقيقة محتاجي ريح لان رامي ربيعة الحقيقة يعني مستواه بدأ ينزل لان طبعا عليه ضغط كبير جدا مباريات في الفترة الاخيرة خصوصا مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي ياسر ابراهيم اللي عليه كلام كبير جدا بتمنى ان ياسر ابراهيم يراجح حساباته لانه عنده فردتين تقال قوي وهم مستنيين الفرصة اللي هم اشرف داري ويوسف ايمن حافظ ياسر ابراهيم لو ما فأش نفسه وعدل من نفسه ورجع لمستواه اللي كان في بطولة كاس العالم للاندية لو تفتكروا في الهلال لما كسبنا الهلال 4-0 صدقوني ياسر ابراهيم مش هيكون ليه مكان في تشكيلة النادي الاهلي خصوصا اللي انت عندك فردتين تقال اشرف داري يرجع بعد الاصابة يعني حافظ مكانه مليون في المين كمان يوسف ايمن صدقوني لو اخذ الفرصة يوسف ايمن مش طالع من ارضية الملعب لانه لعب كرته عالية اوي 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 كرته عالية جدا جدا يحيي عطية الله اللي بيحاول على قد ما يقدر انه هو يعني يصحح اخطاء البطولة الماضية بطولة السوبر الافريقي واهضاره لراكلة جزاء وتسببه تسببه في هدف التعادل لنادي الزمالك اللي جابه ناصر بيه منسي اللي بيشبه نفسه بيه ليفندوفيسكي فيحيي عطية الله الحقيقة خصوصا في الشوت الاولاني عمل مباراة كبيرة 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 جدا وكان صاحب تزديدة ولا اروع في الربع الاول من الشوت الاولاني وجات في العرض عواد ما يقدرش يعمل لها اي حاجة للأسف الشديد ما كانش مع توفيق ما كانش مع حظ نهائي احمد نبيل كوكا اللي احنا محسناش بغياب وسط ميدان النادي الاهلي ولكن احنا وسط الميدان بذات هنتكلم عني لما نرجع للعيبة الاحتياطية احمد نبيل كوكا عمل مباراة جميلة جميلة جدا وبيلعب السهل الممتنع في غياب اجنحة النادي الاهلي الهجومية في غياب طاهر وفي غياب الشحات احمد نبيل كوكا بيلعب السهل الممتنع كمان مروان عطية لا جبار على اداؤه لاعب مفسد ومفك للهجمات ومفسد لضغط نادي الزمالك الحقيقة بيعجبني في مروان عطية انه ما بيتفزلكش بيعجبني عليه انه ما بيتفزلكش مروان عطية لاعب السهل الممتنع برضو بتكلم مع حضراتكم مش في دماغي مكسب او اخسارة احنا بنحلل اداء لعبة النادي الاهلي النهاردة وازاي انه هم ادروا بنسبة 70% يرجعوا لمستواهم اللي احنا عارفينه طاهر محمد طاهر اللي كان مختفي تماما طاهر محمد طاهر كان مختفي تماما 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 في الشوت الاولاني خصوصا طاهر محمد طاهر كان مختفي تماما لكن عايز اقول لحضراتكم ان طاهر محمد طاهر انا من وجهة نظري انت يعني رضا سليم رضا سليمة جماعة فردت الى قوي فطاهر محمد طاهر جماعة من نوعية اللعيبة اللي مش هتديه كله مباراة يعني طاهر احنا عارفينه يبقى فيه مباراة مكسر الدنيا مباراة مكسر الدنيا تمام ويجي المباراة التانية ما تلاقهوش هو ده شخصية طاهر محمد طاهر فلازم مرس الكولر يكون عارف ان لو بدأ بطاهر اساسي وبدأ وبقى فت اوي ومتفوق اوي تعالى المباراة التانية خلي طاهر بديل ما تحطوش اساسي هو ده نوعية لعب طاهر يعني ما بيبقاش مباراتين ورا بعض متفوق فهي كانت ربنا صحنا تعالى كان ربنا مساهلة معاه في مباراة سيراميقة المباراة اللي فاتت ولكن طاهر محمد طاهر من نوعية اللعيبة اللي هي ما بتبقاش فت في كل مباراة امام عشور اللي ما ظهرش غير في نهاية الشروط الاولاني الحقيقة امام عشور انا ما حستش به في المباراة غير في نهاية الشروط الاولاني امام عشور مختفي تماما عليه رقابة راسيقة جدا جدا ويبصوا بقى زي ما تقولوا بيستلم الكرة بروح عليه اثنين وثلاثة لانه ناعد الزمالك والعيبة ناعد الزمالك عارفين قدرات امام عشور لو اخد فرصة للتزديد الصحيح هدف مفيش كلام في كده ومفيش غبار في كده حسين الشحات حسين الشحات اللي انا من وجهة نظري مارسل كولر يعني لازم يتكلم لازم يتكلم معاه لازم مارسل كولر يتكلم مع حسين الشحات لانه مستوى متراجع هندخلين على مباراة مفصلية مباراة بطولة تمام مباراة بطولة بالنسبة لحسين الشحات مباراة بطولة فلازم نكونوا عارفين ان حسين الشحات يا جماعة اداءه متراجع متراجع بنسبة كبيرة جدا مش عايزين نتكلم اكتر من كده لانه ضيع هدف مؤكد ضيع هدف مؤكد لازم تكونوا عارفين كده ولازم تكونوا عارفين كده ان لازم حسين الشحات يبعارف كده تمام طيب نيجي الوسامة ابو علي وسامة ابو علي عليه رقابة كبيرة جدا تزديدة في اخر الشوت الاولاني برضو في العرضة وتطلع برا في حظ مع نادي الزمالك اكتر من كده اربع اهداف محققة اتنين شالهم عواد واثنين شالهم العرضة مفيش بكده نادي الزمالك مالوش ولا هجمة غير الهجمة بتاعت الهدف اللي هي كتضربة حرة مباشرة اللي اتحسب التفصيد مالوش ولا لعبة في الشوت الاولى لنادي الزمالك تخيلوا خمسين دقيقة نادي الزمالك مالوش هجمة على مرمى النادي الاهلي غير الهدف اللي تلغى ده يزبط لك قد ايه نلعيبة النادي الاهلي مقفل اخطوطها وبتلعب باتزان دفاعي وهجومي كبير جدا تعال نتكلم على البودلاء تعال نتكلم على لعب واحد المفترض كان يبقى موجود اللي هو عمر الساعي عمر الساعي انت كنت شلت محمد عبد الله وحطت عمر الساعي مكانه هو احنا يا جماعة جايبين الصفقات احنا جايبين الصفقات علشان نركنها برا احنا جايبين الصفقات علشان نركن الصفقات برا حاجة غريبة وحاجة عجيبة لازم يتكلم فيها مارسي الكولر ولازم يتكلم فيها مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد رمضان ما ينفعش ما ينفعش يا جماعة ان انت تجيب صفقة واتطلح بره التمنتاشر اللعب ده انت شاريه اذا هو افضل من اللي عندك يعني انت حط يعني انت يا راجل حضرت كريم ندفد وانطلح كريم عمر الساعة بره يا راجل حرام عليك بالعقل ما تجيب لناش ما تجيب لناش الضغط بقى عم كولر انت داخل على مباراة العين الاماراتي كان المفروض البطولة دي تجرب فيها صفقاتك زي ما جزيجو ميز بيعمل انا مش هتول على حضراتكم اكتر من كده مليون مبروك للفايز وهارد لك للمهزوم ويا ريت لو كنت جديد معايا اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته